الحجة الحمدوية هذا الصباح في بيتها بصحة جيدة وقوفها على قدميها ينفي ما تدولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر وفتها الحجة الحمدوية تنفي الخبر بالصوت والصورة كل مرة تقول لك الحجة مات إلا أريد أن نجي لي الموت مرحبا بها معنا دلاله ما كانت مشكلة نلعب بالموت لا أريد أن نجي الله مرحبا تا دابا توقعت أن نكون في مصر ولا غدا في الزنقة ولا في الضر إلا بجأتني الموت مرحبا بها وعتي فيلو ألي أجدتنيهم واحد المرة ندخل في 85 وبقى انتهي الظروفية أجدتنيهم وجديدهم ارتبط ظهور الحجة الحمدوية على الصحة الفنية في وقت كان المجتمع المغربي المحافظ ينظر فيه إلى الفن بنوع من التحفظ والحذر فظهرت الحمدوية لتبدع في مجال فن العيطة كتراث شعبي شفوي في تلك الحقبة عاشت مجد الأغنية المغربية هذه الساعة سعيدة وتكون علينا وعنا سيدنا والمغرب كله الله يحفظ العالم العربي كله الله يحفظنا ويحفظ ماليكنا ويحفظ المغرب العربي وإحنا فرحانين هذا العام يكون عندنا مزيان يكون فيه الخير والبراكة وطول العمر لنا والسيدنا والشرفة والناس كلهم الحجر الحمدوية وبعدما خرجت من وعكة صحية كانت ألمات باهية اليوم بصحة جيدة وتواصل نشاطها الفني بشكل عادي